خدراته جعلت منه أيقونة دينية عند الأوكرانيين قل ما يخطئ هدفه ملقب بصائد الدبابات وكابوس العربات العسكرية الرمح القاتل سر من أسرار منع تقدم الروس نحو كييف في بداية الحرب الروسية الأوكرانية تعهدت الولايات المتحدة بخمسة آلاف وخمسمائة صاروخ جافل أرسلت منها حتى الآن نحو خمسة آلاف صاروخ إلى كييف لافت الأنظر إليه برشاقته وقوة انطلاقه لقد مكن الجيش الأوكراني من إحداث فارق حقيقي ضد الجيش الروسي لدرجة أن بعض الأباء الأوكرانيين سموا أطفالهم به تيمنا بهذا الصروح المضاد للدبابات بايدن قال إن هناك أطفال رضعا يحملون أسماء مثل جافلين أو جافلينا لقد وصفوه بحام أوكرانيا قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا سهرنا على أن تكون أنظمة جافلين والأسلحة التي ستمكن أوكرانيا من المقاومة جاهزة وطيلة الشهرين الماضيعين وصلنا إرسال المزيد من الأسلحة والمعدات أرسلت واشنطن ما قدره نحو خمس وعشرين بالمئة من مخزونها من صواريخ جافلين وستينجر المضادة للطائرات إلى أوكرانيا وهو ما أقلق بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي صواريخ جافلين ربما تكون السلاح الأكثر تطورا وأخوى مضاد للدبابات وهي إضافة قوية لترسانة أوكرانيا كيف تمتلك الآن ما لا تمتلكه بعض دول النيتو من صواريخ جافلين صاروخ جافلين يسمح للقوات الأوكرانية بإقامة الكماء لاستهداف القوات الروسية لقد عانت الدبابات الروسية من الرمح القاتل يستهدف صاروخ جافلين دبابات القتال الرئيسية والسيارات المدرعة والمخابئ والكهوف والتحصينات والمروحيات منخفضة التحليق وثبت له معدل موثقية أكبر من 94% دخل صاروخ جافلين المضاد للدروع الخدمة في عام 1996 ويصل أقصى مدى إطلاق له إلى نحو 5 كيلومترات يطلق عن طريق حمله على الكتف ويبلغ وزنه نحو 22 كيلو جرام يصل سعره إلى 225 ألف دولار كنظام إطلاق كامل ويتقوص لدى بلوغه الهدف ويستهدف النقطة الأضعف من الهدف من الأعلى جافلين يشبه رماح الجيوش الرومانية القديمة التي تسقط على الأرض بزاوية شديدة لانحدار ما يمنحه القدرة على اختراق أي دبابة لقد امتلك جافلين قوة تدميرية عالية في النهاية صواريخ جافلين الرشيقة يمكن استخدامها في جميع حالة الطقس نهارا أو ليلا فضلا عن أن عملية الإطلاق لا يصاحبها الكثير من الحطام أو الدخان ما يصعب على العدو تتبع مكان الإطلاق ليبقى الرمح القاتل حيث تصد منيعا ضد تقدم الروس إلى العاصمة كييف